بسم الله ينبدأ وعلى طاعته إن شاء الله هنجتمعنا مع حصة جديدة ومع شوية تنفيذية وحصص مراجعتنا وإن شاء الله هنبدأ فيها النهاردة أو هنكامل فيها النهاردة بمراجعة المنتجات جزء المنتجات هو جزء جيد جدا بالنسبة لنا جزء مش صعب ولكن ناس كتير مننا مش بتدرك أبعاده كويس إيه لأنه نوع جديد من البياضيات يختلف شوية عن اللي انت عرفته بس ندرسه بالفايزية طب قبل ما نعرف لازم نعرف يعني إيه متجاهات أولا نعرف الأول أنواع الكميات الفيزيائية الكميات الفيزيائية نوعين كميات متجهة كميات قياسية طيب إيه الفرق بين الكمية القياسية والمتجهة الكمية القياسية هي الكمية الفيزيائية زي ما ظهر قدامنا في الشكل كده عشان نفرق بينهم لو بسيط لي الشكل اللي قدامي ده بيبين مسافة وبيبين إزاح طيب تمام إيه الفرق المسافة المسافة ما لهاش اتجاه وبيتحرك في اتجاهات مختلفة أما الإزاحة فليها اتجاه وبالتالي طب المسافة عندنا كمية قياسية والإزاحة كمية متجهة إن شاء الله يا شباب من أول بس طويل خفيف كده طبعا هنا بس بيزاح كمية متجهة إن شاء الله كل أسئلتنا بعد الحصة أنا معك تجاوب عليها على الأسئلة السريعة إن شاء الله الأسئلة اللي فيها تفكير الأسئلة الجميلة الأسئلة الحلوة اللي بتتبعت من ولادنا بتحتاج للشرح هنستفيد منها كلنا وإن شاء الله هدخلها لك في شرح الحصة القادية بإذن الله نرجع بقى لأنواع الكميات الفيزيائية إحنا قلنا الكميات نوعين قياسية ومتجهة كمية قياسية هي كمية فيزيائية تعرف تماما بمقدار فقط وليس لا اتجاه يعني إيه حضرتك بقى الكلام ده يعني حضرتك وانت بتفكر كده في كمية قياسية دايماً فكر في إيه إن لها مقدار لها قيمة ولكن مش تسألك فين مش تسألك في أنهي اتجاه يبقى كمية قياسية تتميز به بقى إن بيتم التعاون معها من خلال الجبر التقليدي جمع طرح وإشارتها لا تتوقف على الاتجاه ولكنها إشارة مقدار تاني كمية قياسية كمية طعب بدلات المقدار وليس لها اتجاه الكمية القياسية تم التعامل معها رياضياً من خلال الجبر التقليدي اللي هي ممكن يكون لها إشارة ولكن إشارة مقدار وليس إشارة اتجاه بعكس الكمية المتجاه زي ما هنعرف بعد كده لكن بس ناخد مثال كده بسيط على الكمية القياسية وبردو هركز على المسافة والإزاحة على أساس إن حضرتك سهل إدراكهم بالنسبة لنا كمية القياسية اللي بتمثل المسافة بص كده الجسم اللي بتحرك ده الجسم ده بيتحرك على مصار غير مستقيم أطواله وعشرة كيلو وعشرة كيلو وعشرة كيلو وخمستاشر وعشرة وخمسة يعني لو جمعت العدد ده كله كده هلقى تقريبا المصار ده يه طول جمع كده الأرقام اللي ظهرت قدارك تمام هيطلعوا سبعين وبعدين لو بصيت للبعد المباشر بين نقطة البداية ونقطة النهاية هلاقيه كم رابو عليك هلاقيه خمسة بس إلى مستر معنى كده هلاقيه أربعتاشر بس آسف معنى كده أن حضرتك في مسافة مباشرة يعني مسافة متجهة اللي هي هنسميها الإزاحة وفي مسافة غير مباشرة اللي بتحركها الجسم بداية للنهاية ودي اللي هنسميها مين هنسميها المسافة المسافة مقدار إذن هي كمية قياسية والإزاحة لها اتجاه بالإضافة للمقدار إذن هي كمية متجهة طيب نشوف شوية كمية قياسية تانية كتلة زمن الشحنة درجة الحرارة نحظ أقولك على حاجة بسيطة تقريبا كل الكميات الأساسية قياسية ما عدا حالة خاصة كده من الطول اللي هي الإزاحة هو طول ولكنه متجه وليس قياسي طب إيه يا الكميات المتجهة الكمية المتجهة تعرف بدلالة مقدارها واتجاهها طبعا أنا بعتذر عن السرعة أحيانا بس أنا عايز أجمع لك أكبر كمية تقريبا النهاردة يعني طاوضا من الفترة اللي جاية وإن شاء الله نجمع الحصة اللي جاية مراجعة شاملة للمنهج للمنهج بتاعنا دي الحركة بالكامل يعني نبسط الموضوع على رحمة إن شاء الله نتضرب عليها كتير يا شباب حل أسئلة كتير أنا تحت أمرك اسأل كتير وهنجاوبك ما تخافش طيب الكميات المتجهة قلنا تهني مقدارها واتجاه الكميات المتجهة بيتم التعامل معها رياضيا من خلال أي جبر خاص يسمى جبر المتجات الكميات المتجهة لها أشارة ولكن إشارتها بتوقف على الاتجاه يعني لو قلت سالب يبقى هي في عكس الاتجاه اللي أنا بتكلم فيه لكن لو قلت موجب يبقى هي في نفس الاتجاه اللي احنا بنتحرك فيه يبقى الكميات المتجهة خدنا المثال الرئيسي بتاعة مين؟ الإزاحة شوف الشكل اللي ظاهر قدامنا الجسم ده أو الشخص اللي هيتحرك من المدرسة للبيت لو خد خط المستقيم يبقى تحرك في إزاحة لأنها مقدار واتجاه لكن لو خد الطريق اللي هو متعرك اللي هو الطريق اللي باين بالأحمر ده هيبقى كده بياخد برافو عليك كده بيقطع مسافة اللي هي كمية قياسية وليست متجهة يعني لو خد الطريق اللي هو بالأحمر ده هتبقى مسافة لو خد الطريق اللي بالأخضر أيها دي الإزاحة لأنها خط المستقيم بين البداية والنهاية وهنحط مقارنة بينهم وهنتعرف عليها كويس ولكن نعرف شوية كده من كمية قلة التجهة السرعة اللي عجلة قوة كمية التحرك هقول لك على حاجة بسيطة حضرتك لو ركزت في اللي قدامك ده هتلاحظ حاجة السرعة إزاحة على زمن إحنا درسناها بكده تمام حضرتك توصد أن السرعة إزاحة على زمن يعني متجهة على قياسي طب ولي عجلة العجلة بتغير في السرعة بتغير في الزمن يعني برضو متجهة على قياسي طب القوة الكتلة في العجلة يعني قياسي في متجه كمية التحرك الكتلة في السرعة ايه ده ده قياسي فيه متجه برضو حضرتك تقصد ان اذا اختلفت الكميات من داخل قانون في اي كمية مشتقة تنتو الكمية ايه رضو عليك كده تنتو الكمية متجهة يبقى حضرتك هنا انت بقى ابني وبنتي الناس اللي بتفهم كده وهتاخد بالها من الموضوع ده تاخد بالها ان في اي كمية مشتقة من داخل القانون الرياضي اقدر اعرف نوع الكمية ازاي ببساطة اذا كان الكميتان متماثلتان يعني ايه يعني الاثنين قياسي او الاثنين متجه معنى كده انها ينتج عندك قياسي طب اذا كانوا مختلفتان يبقى هينتج عندك كمية متجهة ضوء سهل اوي طيب تعال ناخد سؤال كده سريع عليها وبعدين نكمل الفوارئ بتاعتنا قدامي سؤال بيقول لي سرعة الرياح المقاصرة بمحط الارصات الجوية منوع الكمية المقاصرة ركز السرعة كمية ايه على طول ابني سبق قال لي في حد كده بيقول لي مش ممكن تبقى مسافة على زمن وتبقى قياسية برافو علي السرعة اذا نتجت من قسمة المسافة على الزمن تبقى قياسية واذا نتجت من قسمة الازاحة على الزمن تبقى متجهة ولكن عندنا في الفيزياء ما بنحبش الدلع يعني الكلام ده مستر يعني ببساطة كده ما يحتمل المتجه وما يحتمل قياسي بنتعامل معاه على طول على انه متجه لسبب بسيط ان الكميات المتجهة دايما هي الكميات الرئيسية الاصلية اللي احنا بنتعامل بيها ليه لان الكميات المتجهة بتحتفظ باتجاهها بتكون الاقل يعني حضرتك لو خارج من البيت للمدرسة والمسافة المباشرة 500 متر وحضرتك لفت من طريق طوله 5000 متر هنقول لك والله انت اصلا انت كنت بتتحرك في طريق طويل لا بلا سبب لا مال ايه لا انا هاخد الطريق المباشر وبالتالي السرعة كمية مشتقة ولابد ان تكون متجهة الا في حالات خاصة جدا طيب تعال بقى نعرف مع بعض الفرق بين الكميات القياسية والمتجهة مقارنة بسيطة الكميات القياسية كمية تعرف تماما تعرف بدلالة مقدرها فقط وليس لا اتجاه الكميات المتجهة هي كمية تعرف بداية مقدرها واتجاهها معا الكميات القياسية زي مين المسافة قتلة الزمن الشحنة وعلى فكرة لما بقول المسافة ممكن اقول فيها نصف القطر محيط كل ده كميات قياسية والمساحة ما هي مسافة مسافة قياسي قياسي طول ضلع مسافة مسافة هي قياسي امتى تبقى المتجهة؟ لو حددت لها التجاه لو خلتها ازاحة اما الكميات المتجهة زي ازاحة او السرعة او العجلة او القوة او الطيار الكهرامي الكميات القياسية بتجمع من خلال جبر التقليدي الكميات المتجهة بتجمع من خلال جبر المتجهات طيب بص كده ناخد مقارنة سريعة بين المسافة والإزاحة بشكل بسيط المسافة هي طول المصاري الذي يقطعه الجسم من نقطة البداية لموضع النهاية مصاري فعلي سواء منحن منكسر انت حر طيب المسافة ممكن أقول هي مجموعة المسافات المقطوعة من نقطة البداية لموضع النهاية المسافة تتميز بيه إنها كمية قياسية وبتعرف بداية مقدرها طالما كمية قياسية والمسافة واحدة قياسها المتر الشباب اللي عايز أسئلة موجود أسئلة كتير على فكرة الحصادية إن شاء الله ولكن لازم نذكر بالشرح يعني أنا مش مشرح نطلب واحدة يا شباب لازم كلنا إن شاء الله نستفيد من الحصاد في ناس أصدت حق روحها فبنحاول نساعدها إنها تعوض اللي هي تأصيرها طيب كمل معاك الإزاحة هي المسافة المستقيمة في اتجاهها معين من نقطة البداية إلى نقطة النهاية أو هي المسافة المقطوعة في اتجاه معين المسافة المستقيمة اتجاه معين من نقطة البداية إلى نقطة النهاية أو الخط المستقيم طول أقصر خط المستقيم ده مقدار الإزاحة طيب اتجاه الخط المستقيم ده الإزاحة نفسها وهنفتكر مع بعض إزاي نمثل المتجاهات بعد شوي أما يقولنا الإزاحة المسافة المخطوعة اتجاه معين الإزاحة كمية إيه؟ كمية متجهة تعرف بداية مقدارها واتجاهها معا وبتقاس بالمتر خد بالك هنا ده يدل على أن المسافة والإزاحة لا يمكن جمعهم لأن رغم واتحاد وحدة القياس واتحاد الأبعاد كمان لكن وحدة فيهم قياسي والتانية متجاه طيب بص للشكل اللي هيظهر قدامنا ده يوضحها لك أوي بص الكورة اللي هتتحرك دي أو الجسم اللي هيتحرك ده هيتحرك إزاي؟ أهو تتحرك في مصاري منحني دي مسافة اللي هي بتمثل طول المصاري فعلي أما لو حركناه في فط مستقيم هياخد إزاحة تاني كده تاني نرجع عليها تاني يلا لو تحرك في المصاري المنحني هياخد مسافة اللي هي طول المصاري الفعلي من نقطة البداية أو نقطة النهاية أما لو تحرك في خط مستقيم خد الإزاحة اللي هي مقدار الإزاحة اللي هو بيمثل المصاري المستقيم أو طول الخط المستقيم بين البداية وإيه؟ إنه هي بصي الشكل اللي قدامي ده كل الأسهم اللي بنصوها بالأزرق مسافات ولكن المحصلة بتاعتها مين؟ اللي هو السهم الأخضر اللي هو بيمثل الإزاحة اللي هو البعد المباشر بين نقطة البداية ونقطة النهاية طيب تعال كده نقارن بسرعة بين المسافة والإزاحة المسافة هي طول المصاري المخطوعة أثناء الحركة من موضع إلى آخر أما الإزاحة فهي المسافة المخطوعة مقداراً واتجاهاً عشان كده حضرتك لازم تفقد بالك من حاجة مهمة متى يتساوى المسافة والإزاحة؟ دي حالة وحيدة إذا كان الجسم يتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه سابت إذا تحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد هتتساوى في الحالة دي المسافة والإزاحة المسافة كمية قياسية والإزاحة كمية متى المسافة بالمتر والإزاحة بالمتر طيب احنا قلنا أن الكميات المتجهة تعامل بقابر المتجهات تعال نتكلم شوية عن قابر المتجهات أولاً احنا اتفقنا أن شرط طرحة أو جمع أي كمية فيزيائية أن يكون لهم نفس وحدة القياس ولهم نفس الأبعاد ولهم نفس النعم تعال ناخد مثال لا يمكن جمع سرعة وعجلة ليه؟ ببساطة السرعة والعجلة يختلف في وحدة القياس برغم أن يتنين متجهة طيب تعال نشوف المسال التاني بقى لا يمكن جمع إزاحة ومسافة جاوب بقى حضرتك رضو عليك قلنا في الحالة دي الإزاحة كمية متجهة والمسافة كمية قياسية يبقى اكتلاف النوع نعرف بها أساسيات جبري المنتجهات كله عشان أعرف متجه لازم أتعرف على مقداره واتجاهه وبالتالي لازم أمثله الأول المنتجه يمثل بقطعة مستقيمة بمقياس رسم مونيسيب مرسوم عليها سهل القطعة المستقيمة دي يا شباب زي ما ظهر قدامنا كده ليها طول اللي هو بيمثل ايه؟ المقدار وليها ايوا اتجاه اللي هو السهم اللي هو بيمثل اي السهم بيمثل الاتجاه يبقى أنا هنا عشان أرسم أي متجه محتاج أن أنا أختار مقياس رسم بعدين أرسم المتجه بقطعة مستقيمة على أساس مقياس الرسم ده طولها يمثل المقدار واتجاه السهم يمثل الاتجاه أو السهم يمثل ايه؟ الاتجاه طيب متى يتساوم التجاهين؟ ها ظهر قدامي ايه وبي امتى ايه تساوي بي ربو عليك اذا كان انا شايف الاتنين كده قد بعض يبقى لهما نفس ايه؟ المقدار ولهما نفس الاتجاه طيب اذا اختلفوا في الاتجاه يا مستر ايه اللي هيحصل يعني لو جاب لي في الامتحان الشكل ده هقول له يبقى في الحالة دي متفقين في المقدار صحيح ومختلفين في الاتجاه يبقى في الحالة دي هتكون ايه بتساوي سالب بي بمعنى اتفق في المقدار واختلف في الاتجاه تبقى اشارة ايه؟ اشارة واحد سالب التاني عشان كده انا قلتلك ان في المتجاهات في المتجاهات لازم نصحصح اوي 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 ان احنا دايما في المتجاهات واحد الاشارة بتمثل الاتجاه وليس المقدار بعكس الكميات القياسية هي قد تكون سالبة برضو في بعض الاحيان ولكن السالب بتاعها سالب بمقدار وليس سالب اتجاه قصة اللي ظهر قدامي ده عشان تباد قوي اذا انا خدت السرعة القياسية هاخدل اتنين خمسة وعشرين متر عشان ثانية دول العربيتين بتحركوا في اتجاه المتقدين ولكن لو خدت السرعة المتجاهة برافو عليك هتبقى طالما اتجاه متضاد يعني المقدار واحد ولكن اتضاد في الاتجاه يؤدي الى اختلاف الاشارة بالنسبة لازاحة اما بالنسبة بالنسبة طبعا للسرعة المتجاهة اما بالنسبة للسرعة القياسية ما فيش اي مشكلة في الموضوع طيب تعالى بقى احنا اتفقنا ان يتساوي المتجاهين اذا كان لهم نفس المقدار ونفس الاتجاه ده حضرتك تؤصد اننا ممكن انقل المتجاه من مكانه لو احتفظ بالمقدار والاتجاه اه هو ده بقى اساسيات المحصلة في جبر المتجاهات لا عايزين نفهمها بالراحة شوية دي يا مستر واحدة واحدة كده علينا يعني يعني جبر المتجاهات في الاصل ان انا بجمع المتجاهات على خط عمل واحد او بشكل هندسي يمكن من خلاله الحصول على المحصلة وعلى فجرة يا شباب في ناس قالت احنا عايزين مسائل على الازاحة والمسافة طب ما الازاحة والمسافة ما هي كمية قياسية وكمية متجهة اذا انت عمل مع المسائل بتاعتها على انها متجاهات عادية ازاي بص لي كده يبقى المتجاه بشرط ان يحتفظ بالمقدار والاتجاه بص المتجاه البني اللي ظهر ده لو ادمرت ده المتجاه الاصلي ممكن انقله او طبعا ازاي وديه لي اما التانية كده في الشكل الاخضر اللي ظهر ده متجاه مساوي لي احتفظ بنفس المقدار واحتفظ بنفس الاتجاه حتى وإن اختلفت نقطة البداية والنهاية وبالتالي انا اقدر هنا اجمع متجاهات في جبر المتجاهات يعني مثلا في المسافة والازاح حضرتك لو قلتلك النظر على دايرة اه انت كنت بتعمل ايه كنا بنقول لو نص دايرة اه يبقى الازاحة طول القطر ده مقدار الازاح طبعا ده مقدار الازاح اما المسافة فهي مجموع المسافات اللي هي عدد الدورات اللي هيتحركها في محيط الدايرة تمام طب ما انا كده برضو تصرف على قيم المتجاه ازاي انا جبت البعد المباشر او المقدار المباشر ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية فده المحصل وايه اتعاملت معا الكميات القياسية يعني بصي اللي قدامي ده المتجاه او بي في محصلة المتجاهات لو انا عندي ايه بي سي زي ما بيظهر قدامي على الشكل الاحداثي اللي بيظهر ده انا عملتي جمعتهم على شكل واحد عشان اقدر اجيب المسافة المباشرة او البعد المباشر او القيمة المباشرة بقى للمتجاه لان جمع المتجاهات هو الاعامل طيب لو انا تعاملت معاهم بالشكل الهندسي سواء كان متوازي او مسلس موضوع على فكرة فعليا سهل او يا ولد تعالى نشوف ازاي نجيب منحصلة المتجاهات المتجاهين اذا كانوا على خط عمل واحد متجاهين 3 اربعة عشرة ولكن هما في نفس دي الحالة اللي قلت لك عليها يتساوى المسافة مع الازاح اذا كان للمتجاهات نفس المقدار ايوة ونفس الاتجاه طيب لو المتجاهات في خط عمل واحد كلهم مقدار واحد هنا انا عامل لك 3 متجاهات مقدارهم واحد واتجاههم واحد اذا محصلتهم ثلاثة ايه مجموعهم وكده لو هي مسافات وازاحات كانت تبقى المسافة بتساوي الازاح دي الحالة الوحيدة اللي يتساوي فيها يبقى اذا كانوا المتجاهين في خط عمل واحد هيكون مجموع المتجاهات طب لو كانوا في اتجاهين متواضن مستر ايه اللي يحصل على خط عمل واحد انا ما قلتش في اتجاه واحد اشرب انا مدي المثال على اتجاه واحد ولكن هناخد امثلة على اتجاهين متواضن دلوقتي لو هم في اتجاهات متضبطة هيكون برضو المجموع ولكن كنا بيشارطوا لان انا عندي فيه اتجاه موجب واتجاه ايه سالب طب انا افترضت واحد منهم موجب والتاني سالب او بقى عندي خمس ست سبع متجاهات هفترض اتجاه موجب واتجاه سالب وبعدين هجمع كل المنتجهات باشارتها وبعدين ولا حاجة الاشارة اللي هتنتج هي اشارة الاتجاه النتج اتجاه المحصلة بمعنى لو نتجة موجب يبقى في الاتجاه اللي انا كنت مفترض وموجب ولو نتجة سالب تبقى في الاتجاه اللي انا افترضته سالب ازاي الكلام ده تعال نشوف الشكل اللي ظهر قدامنا ده لما كان المتجاهين في اتجاه واحد كنت بجمع 16 هون لما اصبحوا في اتجاهين ايوه تابعنا نطرح تاني اتجاه واحد اجمع اتجاهين لا انا مش طرحت بس انا افترضت ان الستة ده سالب افترضت ان الاتجاه اللي هو لليسار سالب فلما عوضت بقت عشر زائد سالب ستة هتبيني اربعة بالموجب وافتجاه المتجاه الأحوال طيب لو كان المتجاهين بينهم زاوية حضرتك هنا بتكلمنا على متجاهات مترصة يعني ايه يعني ورا بقى يعني حضرتك بتتكلم على المتجاهات على خط واحد طب المتجاهات بتاعتنا مش على خط واحد فيه بينهم زاوية بينهم زاوية ازاي يعني يعني انا عندي ايه وبي مش على خط واحد ولا هم متعامدين ولا هي حالة من حالات الخاصة وسطة جدا اذا كان طبعا انت ليك اكتر من طريل حل وعلى فكرة انت حر فيهم لان انت بتنقل المتجاه يعني انا لو حركت ايه وبي وخلتهم متجاهين متتاليين هيبقى المحصلة طول الضلع الثالث المثلث تن لو خلتهم متجاهين متتاليين هتبقى محصلتهم طول الضلع الثالث المثلث كأنه بجيب الازاحة اللي هي بداية ونقطة النهاية بص كده القوتين ف واحد وف اتنين اللي ظهروا دول انا هنقل قوة منهم هنقل ف اتنين يلا بص المحصلة بقت ايه ايوه الضلع اللي بكمل تاني كده بص لها تاني عايزين نشوف كده ف واحد وف اتنين مش كامل مش على خط عمل واحد ولكن انا هنقل ف اتنين بنفس المقدار ونفس الاتجاه بحيث انه خلتهم متجاهين متتاليين طب اذا كان المتجاهين ليهم نفس البداية ونفس النهاية بص كده بيو الكيو اللي ظهر دول نقلتهم وخلتهم متتاليين مش او خلتهم ليهم نفس البداية انا كملت بالشكل ممكن انقل البي وممكن انقل الكيو عشان كده عملي متوازي اضلاع تاني واصبح المحصلة هي خطر المتوازي اللي هي بتطبق نفس الشكلين يا شباب اللي هو ممكن اطبق بيها المثلث وممكن اطبق بيها شكل الرباعي طيب انا اقدر اجيب مقدارها ازاي مستد لا مقدارها بقى دي قصة تانية خلص مقدارها ان شاء الله انت هتنتظمي في حصة اللي جاية جيب لك مثال عليها وان شاء الله في حصة مراجعة اجيب لك مثال اوضح كمان عليها اللي هو انا هنا هحللهم بحيث ان انا خليهم يسهل الحصول على المقدار فيزيائيا طبعا انا يمكن لو رجالت احضر لك لحصة الشرحي نفسها كنت مديك قانون عام رياضي ممكن نستخدمه ولكن مع وجود اسئلة مقالية طبعا لا مينفعش لانه مش قانون في منهجنا ما ينفعش ان نستخدمه في المقالي اللي ممكن نستخدمه في اختار في الحالة دي لا انا هعرفك بها ازاي لو جات لك في سؤال مقالي وطلب منك المحصلة وكان خارجين من نقطة واحدة او خارجين متتاليين او خارجين من نقطة مختلفاتين المهم ان هما مش على خط عمل واحد ازاي حضرتك تحلل المتجة وتحولهم على الاحداثيات وتحولهم الى الحالات الخاصة وتخليهم على خط عمل واحد اللي هو الاتجاه الموجة بالاكس تظهر ان شاء الله حصة اللي جاي مثال حصة المراجعة هيكون مثال اجمل طيب اذا كان المتجهين متعمدين بقى وحضرتك هنا دي اللي احنا بنحبها كلنا يا شباب ليه لانها بتطبق قاعدة رياضية معروفة بالنسبة لنا كلنا اللي هي قانون في سغارس ليه لان انا هجيب طول الضلع التالت لو المتجهين متعمدين ومتتاليين بالمنظر بتاع اي اكس واي واي وحتى لو مش متتاليين حتى لو بدئين من نقطة واحدة يا شباب ما انا ممكن انقل المتجه منهم ازاي يعني يا مستر يعني تعالى كده بص اكس واي طب ما انا ممكن انقل واي يعني بص كده انا انا هدت واي من هنا نقلته بنفس المقدرة وفي نفس الاتجاه كملت ليه مثلس يبقى المتجه ايه اللي هو محصلة الاثنين اللي هو هيبقى بيساوي ايه جزر مجموع مربع هيضلعين واخدنا حاجة مهمة جدا رياضيا اللي هي ايه اللي هي بص كده انا لو عايز اجيب زاوية ميل المتجه خد بالك ان زاوية الميل دايما تكون مع المجب للمحور اكس ما فيش حاجة اسمها زاوية ميل مع السيجب ما فيش حاجة اسمها زاوية ميل مع اي حاجة تانية زاوية الميل دايما مع المجب للمحور اكس وبعدين تعالى كده ادي السيتا مع المجب اكس نقلت الاجس واي هنا تمام اقدر اجيب السيتا اه اجيبها بظل الزاوية المقابل على المجاور يبقى التان سيتا هتساوي اكس اي واي على اي اكس تاني ودايما نجيب الزاوية تاني يا شباب قلت مع موجب اكس حتى لو كانت زاوية معكوسة يعني اكبر بمئة وتمانين او حتى كانت زاوية منفارجة دي مش هتفرق لان هتديني اشارات هتخذف الاشارات بعد كده وهي الاشارة طبعا هي اللي هتحدد لنا الاتجاه طيب هل يمكن طرح المتجاهين اذا بقى مستر ما عدتش علينا كتير لا عدت علينا والله واحنا بنشرح المتجاهات في الحصة الاصلية كمان ويرجع اليوتيوب وزارة تربية التعليم هتلاقي الحصة دي مشروحة جميلة هتلاقي فيها امثلة كتير وفيها كل الحالات الخاصة اللي حضرتك عايزها قد يكون عشان دي حصة مراجعة بس فشوية كده أسرع يطرح المتجاهين وماله ما المتجاه المطروح ده اشارته سالبة يعني نعكس اتجاهه بس يعني بص اللي ظهر ده كده انا لو قلتلك انا عايز ايه زائد بي ايوة هتوديع فين هيبقى الجزء اللي فوق ده مجموعة عشان ايه مجب وبي مجب طب لو ايه سالب بي هنزل بي تحت ايه رأيك بها طيب تعال هنا كده توضح لنا هنا اكتر لو ايه زائد بي ممكن انقل البي او انقل ال ايه وكمل المثلث وبقى ايه زائد بي ولكن لو ايه سالب بي ايوة لاحظ كده اتجاه السهم في البي اللي حصل له حتى لما تنال عكست اشارته بمعنى ان اصبح حتى اتجاه المحصلة ملها عكسي بالنسبة للزاوية يعني لو الزاوية مع المجب لل اكس مثلا كانت هنا ستين هنضف لها ايوة هتبقى ستين بس فين مع سالب اكس يعني هتبقى الاجمالي كله كام ايوة هتبقى مية وعشرين وجربها انت كده وشوف الناتج وهتلاقي المتجاهين متعكسين في المقدار او في الاشارة طيب ازاي بقى لو اداني متجاه واحد احنا هنا عملين من متجاهين يجيب متجاه طيب لو اداني متجاه واحد ازاي اقسمه الى متجاهين اللي هي عملية تحليل المتجاهات المتجاه بيحلل تابعا لزاوية ميلو مع الاخر تاني زاوية ميلو مع مجب اكس زاوية ميلو مع مجب سين تاني يا شباب وحضرتك لو جربتها مرة واثنين وثلاثة على الشكل اللي انا بقول لك عليه ده اي محصلة لأي متجاهات بيتاميل بزاوية مختلفة هتقدر تجيب محصلتها بسهولة تللك انها هدربك عليها ان شاء الله دي عايزة بداية حصة كده والنشرة تروحنا بيها بصي كده لو عندي متجاه ايه عايزة حليله الى اي اكس و اي وي خد بالك ال اكس لديتها كوزاين زيتا مش شرط ال اي كون هنا زي مستر ممكن ايه تباهن تمام لو ايه في الاتجاه ده برضو هاخد السيتا كلها مع موجة باكس طب ما هيطلع اشارة سلمة مستر وماله هو ده اللي انا عايزه منك بقى ان حضرتك هنا لما تجيب كل ما عموجة باكس كل ما عموجة باي اصبح عندك متجاهين متعمدين هتجمع المحصلة بتاعة واي والمحصلة بتاعة اكس كل واحد باشارة في النهاية خالص هتجيب المحصلة النهائية عن طريق التعايد طيب اتجاه الزاوية دي لها لوكوزاين اللي هو اتجاه اكس والتجاه واي هنديله ايه ساين اقولك على حاجة زمان اسات زيتي في الرياضة كنا بندرس المتجاهات وهتدرسها ان شاء الله في سنة ثانية في الرياضة يا اسات زيتي كانو شطر قوي عشان كده يعني ربنا يرحم ميتهم ويكرم حيهم ويكرم ويحفظهم أجمعين دنيا وآخرة من تعلمهم لنا بجد الناس دي كانت لها الكلم علمونا ازاي نتعلم بص يا حبيب استاذي قال لي كلمة قال لي مستر ما كانش بقولي يا مستر بق عايز تحلي المتجاه بتقول له اه وعايز تعلمها بسهولة ايوة بتغلطش فيها أبدا تمام قال لي بص هافترض ان فيه متجهين بقى غير الـ X والـ Y والمتجه ده بينهم يعني M و N و R و Z أي متجهات والمتجه ده موجود بينهم ساعتها مش هدور على الميل على المحور X ساعتها بقى بلغبطني بيجيب لي حالة خاصة تمام طب اعمل ايه قالوا لي مكان ما القوة نام او مكان ما المتجه ينام اديله جيب التمام ايه ده معناه ايه مستر يعني اتجاه الزاوية على طول ياخد كوزاين وهو جيب التمام اللي هي الجافة اللي هي الكوزاين والاتجاه الثاني خلاص فاضله الصين يبقى تاما شباب مكان ما تنام نديها ربو عليه جيب التمام يبقى اتجاه الزاوية وزاين والاتجاه البعيد صين ما شاء الله انا عارف اني ولادي فاهمين تعالى ناخد مثال عشان يسهل لنا الموضوع وانا تعمدت اني نجيب لك زاوية منفرجة او زاوية ده مش منفرجة ده معكوسة ده اقبل بمية وتمانين خد بالك انا قلت لك تاني هتجيب دايما تحللها في الاتجاه الموجب للمحور اكس عشان تقدر لو طلب منك المحصلة تبقى سهلة ولو طلبها في الاتجاه السلب اكس خلاص يعني هاتها في الموجب واعكس شرطها بص كده الزاوية دي ميتين واربعين درجة والمتجة ايه ستة قلنا تاني مكان ما تنام هنديها ايه ربو عليك هنديها جيب التمام تاني مكان اتجاه الزاوية على طول هنحط الكوزين اتجاه الزاوية مع اكس يبقى ايه اكس بتسوي ايه كوزين سيتا اللي هي الميتين وارجعين كوزين سيتا انا ضربطها على الايال حسبك ضربت كوزين متين واربعين على الايال حسبة لايتها طلعة سالب نص يبقى الايكس هتطلع سالب ثلاثة طب شوف الايه واي دي نهار بيض سالب ثلاثة يا جزر ثلاثة ما هي صايد ياه ده حضرتك كده مستر بتقولينا ان الموضوع بقى لعبة الموضوع فعلا اولاد سهل تحليل المنتجات وحصلت المنتجات تاني وحصلت المنتجات سهلة جدا المتعامدين جزر ايكس تربية زاد ايه واي تربية اف اكس تربية زاد اف واي تربية جزر مجموعة مربعية ضلعين والتان اي وقت تان سيتا اكس على واي تاني مش واي على اكس الا اذا كان مديني المنتجات خاصة او حالات خاصة بمسميات مختلفة يبقى المقابل على المغاور او اللي فوق على اللي تحت الرأسي على الافقي ولكن لو هحل المنتجة بقى هقسمه ما هي عكس ايه تمام عكس المحصلة وفي الحالة دي حضرتك ببساطة جدا اتجاه الزاوية تدي له كوزايم والاتجاه البعيد تدي له ايه صايم طيب نشوف كده مسألة بسيطة جدا شايف المسألة البسيطة دي هو عايز هنا القوة اه انا بزقق عربية بس الزاوية 56 نيوات طبعا مش كل القوة هتحرك للعربية الصغيرة اللي قدامي لا بس هنطوطة كده بندفعها لان في قوة رأسية هتقصر برد فان الارض وفي قوة افقية هتكون قوة محركة في تجاه الاكس وي واحدة يقولي بس ماستر ده هو هنا عكسية جاي من فوق لي تحت يعني حضرتك هنا بتقولي نا معيش احنا هنرجعها تاني بس لحظة هتا بتقولينا ان القوة هنا دفع امان ما انا ممكن كنت تجيبه هاي هنا شباب انا بس باوريها لك ان هي بتكمل مسلس قائم اللي هي نفس الفكرة بالضبط انها بتتحلل في الاتجاهين الافقي والراسي عشان تكملي مسلس قائم وعلى فكرة في ناس بتشتغلها رياضة بحساب المسلسات بس يعني خلينا في في الفيزياء اسهل وضعها كده فيزيائيا اسهل كتير بص كده يلا اتجاه الاكس هنديله ايه ولا بقعليك اتجاه الاكس هنديله كوزاير والاتجاه البعيد هنديله صايد نلاحظ بس حاجة مهمة جدا شوف السؤال لنا كتبت تقولك ده كده هل يمكن للمنتجهن يكون اكثر اكثر من احدى مركبتيه او مساويا لها والله انا 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 عندي حلة وحيدة اذا كان بينطبخ على المركبة دي وبالتالي المركبة التانية هتساوي ايه صفر عشان كده ليه لان انا بقسم حضرتك انا عندي متجه بقسم الاتنين ينفع ان هو يكون اقلي منهم يعني انا دلوقتي معي عشرين جنيه وهقسم ها على اولادي هينفع واحد فيهم ياخد اكثر من عشرين اه لو انا زعلان من الباقي ماشي بس برضو هياخد العشرين بس يبقى هنا لا يمكن ان يكون المتجهة اقصر من احدى مركبتيه ولكن اذا انطبق على المحور اكس او المحور واي فان مركبته تساوي طوله وبالتالي لازم نعرف مع بعض ان انا عندي فيه مركبتين افقية ورأسية المركبة الافقية تساوي المتجهة الاصلي اذا كانت زوية صفر والمركبة الرأسية تساوي المتجهة الاصلي اذا كانت زوية تسعين لان احنا قلنا ثاني ناخد زوية مع الافقية طيب اذا حللنا المتجهين وكانت ايوا استنى استنى المركبة الافقية تساوي سالب المتجهة الاصلي تساوي المتجهة الاصلي في المقدار وعكس الاتجاه اذا كانت الزوية 180 والرأسية تساوي سالب المتجهة الاصلي اذا كانت الزوية 270 دي الحالات الخاصة طيب اذا كانت الزوية الصفر المركبة الراسية تساوي صفر لأنها كل المتجهة هيروح ليه الأفقية طب لو الزاوية 180 برضو المركبة الراسية بتساوي صفر طب العكس الزاوية 90 أو 270 المركبة الراسية هي التي تساوي صفر إذن محصلة أي متجهين أكبر من أو يساوي الفرق بين المتجهين وأقل من أو يساوي مجموع المتجهين طيب آخر ما في جبل المتجهات هو ضرب المتجهات ضرب المتجهات ويا شباب أنا عارف أن احنا عايزين أسئلة كتير على ضرب المتجهات إن شاء الله أنا بوعدكم فعلا بإن شاء الله على الكبير من الأسئلة سواء في الحصة القادمة أو في حصة المراجعة إن شاء الله في ضرب المتجهات أنا عمدي ضرب نوعين قياسي ومتجه الضرب القياسي إي ضد بي اللي هو إي بي كوزاين سيتا طيب والضرب المتجهي اللي هو إي كروز بي اللي هي الإي بي صاين سيتا إن الله مستر في عندي مشكلة لدي كوزاين لدي صاين ما تسألش بكلارك احنا عندنا قاعدة كده بتقول أن القوانون الفيزيائية لا تعلل بمعنى أن القانون الفيزيائي قانون مش فيه من مستر يعني إيه قانون بصر حبيبي ليه السرعة بتسايل مسافة على الزمن هو ربنا خلاها كده القانون الفيزيائي هو وصف لسلوك يتكرر في الطبيعة بمعنى أنه هو احنا لاحظنا مرة اثنين وثلاثة أن كلما زادت المسافة بتزداد السرعة وكلما زادت الزمن بتقل السرعة إذن السرعة بتتناسب ترضي مع المسافة وعكسي معه الزمن جمعناهم في قانون واستنتجنا سابة التناسب هنا في حالة المسافة السرعة طلع واحد يعني القانون مستنتج من المشاهدات بصر بلال خلاها كده فاحنا مش هندور على سبب القانون وينسيب الأصل القانون معي أقدر أطبعه طيب يبقى هنا القياسي كوزاين والمتجهي ساين بس بيدرب فيه M من أن أني ديها شباب ليس لها مقدار ولكنها اتجاه هي اتجاه حاصل الضرب المتجهين تعالى عشان تظهر قدامنا شوي بص كده أنا في القياسي هنا هعتمد على الزاوية بس أما في المتجهين في الزاوية وظهر المتجهة الأصفر اللي ظهر لفوق ده اللي هو عمودي على المتجهين أو على مستوى المتجهين اللي هو اتجاه حاصل الضرب الاتجاهي وبالتالي إذا ممكن يجي سؤال إزاي يجب لي نفس شكل الرسم ده ويقول لي طبعا ويحط لي أكتر من اتجاه ويقول لي أيهم يمثل حاصل الضرب المتجه لأنه ربي يمثل اتجاه حاصل الضرب المتجه طبعا عملها إزاي دي طبعا ببساطة خالص طبعا مش على طولي فوق لا استنى كده اتجاه حاصل الضرب بيحدد من خلال قاعدة اسمها قاعدة اليد اليمنى بص دي كده قاعدة اليد اليمنى آلان لسا بتقول لك الإيد الجميلة دي وتتحرك من الإيل البي طب إيه رأيك بقى لو قلت إيه بي في الإيه لازم أتحرك أعكس إيدي يعني هيبقى الإبهام لتحت حضرتك كده تقصد إيه بقى أقصد ببساطة أن قاعدة اليد اليمنى بنحرج أصابع اليد اليمنى من المتجه الأول إلى المتجه الثاني عبر الزاوية الأصغر وبالتالي يشير الإبهام إلى حاصل الضرب الاتجاهي بينما تاني من المتجه الأول للتاني وبالتالي هنا في الضرب الاتجاهي يا شباب إيه كوروس بي لا تساوي بي كوروس إيه لا هتساوي سالب بي كوروس إيه يعني ليه لأنهم كم يقدر إيه بي ساين سيدا ولكن كاتجاه هيبقى واحد في اتجاه والتاني في عكس الاتجاه نتيجة لتغيير اتجاه اليد ناخد مثال بسرعة بس أنا جايب لك بقى مثالين إيه تقال بجد إذا كان حصل الضرب القياسي للمتجهين مساويا متساويين يساوي مربع أحدهم فإن الزاوية المحصولة بينها ما تساوي خد بالك المتجهين أنا قلت أنهم متساويين يعني المتجه A بيساوي المتجه B يعني أنا ممكن A B أعوض عنها بإيه تربيع أو B تربيع ببساطة كده قياسي A ضد B بيساوي A تربيع وفي نفس الوقت A ضد B بتساوي A B كوزاين سيدا تمام طب من دخلها كلها في قانون واحد في علاقة واحد تبقى A ضد B بتساوي إيه تربيع كوزاين سيدا اللي هي تساوي إيه تربيع يميل إيه رأيك بقى أنا عندي إيه تربيع وإيه تربيع هعمل إيه الله قادي الإيه تربيع راحت مع الإيه تربيع في ظل كم في الطرف الشيء اليمين في ظل واحد معنى كده أن حضرتك تقصد أن كوزاين سيدا بتساوي واحد تضربها بقى كده شيفت كوزاين واحد على الأقل الحزبة هتلاقيها بتديك كام صفر إذن هنا قيمة الزاوية إذا كانوا متساويين وهي مربعة أحدهم في حالة ضرب القياسي هتكون الزاوية دي بتساوي الصفر هيكون المتجاهين متطابقين الزاوية بينهم بتساوي صفر طيب إمتى بقى المتجاهين ولذلك يا شباب أكبر حاصل ضرب قياسي لمتجاهين إذا كانت تزاوي صفر ليه لأن كوزاين صفر بواحد وبالتالي متى يسجل المتجاهين أكبر حاصل ضرب قياسي أي لما تكون الزاوية صفر زي إيه زي ما كنا لسه بنقول شوية متى يسجل المتجاهين المحور X أكبر مركبة إذا كانت طبع ليه برضو إذا كانت الزاوية صفر طيب تعالى إذا كان حاصل ضرب المتجاهين للمتجاهين متساويين يساوي مربع أحدهم هنا بقى المتجاهين أنا عايزة أأكد عليك فاكرة الزاوية شوية يا شباب المتجاهين إقرص بي يعني في حد بيقول لي هو أنا مش ممكن أعملها X اللي هي الفيه العادية صح إقرص اللي هي الثمانية المقلوبة دي أو الفيه العادية إتنين صح يدل على الضرب المتجاهين أما القياسي فهي ضد نقطة point طيب إقرص بي بتساوي a, b, sin, c, t, n وهنا بيقول لي أن هم مربع أحدهم بس إيه إذا كان حصل الضرب المتجاهين متساويين يساوي مربع أحدهم هنا المقصود بها المقدار يا شباب يعني أنا المفروض هنا أكتب إذا كان مقدار حصل الضرب المتجاه يساوي مقدار مربع أحدهم ده الصح لأن ده لهاتجاه طيب هنا إقرص بي بتساوي a تربيع ما احنا قلنا بقى خلاص طالما متساويين هعوض عن الواحد فيهم عن a, b يعمل ب a تربيع يعمل ب b تربيع بيساوي ايه تربيع وبالتالي نفس الفكرة هيختصروا مع بعض وبالتالي sin, c, هتساوي واحد إمتى sin, c, تساوي واحد إذا كانت الزاوية كم إذا كانت الزاوية بتساوي 90 درجة شايفين الموضوع بسيط قوي إذن هنا يا شباب متى يكون المركبة الرأسية أكبر ما يمكن هذه المركبة الرأسية هي التي تقصين يبقى أخذ بالك هنا أكبر ناتج ضرب متجهي لمتجهين أكبر مقدار إذا كانت الزاوية بينهما 90 في الحالة دي ضرب قياسي هيساوي صفر طيب أكبر ناتج ضرب قياسي إذا كانت الزاوية بينهما بتساوي صفر وفي الحالة دي الضرب المتجهي طبعا ده هيديني أكبر ناتج ضرب قياسي ولكن الضرب المتجهي في الحالة دي هيساوي كم؟ صفر موضوع سهل موضوع بسيط طبعا يعني الضرب القياسي بداية المستوى الإحداثي خدوا بالك يا شباب أنا هنا هعطل لك القاعدة وهنخلي إن شاء الله زي ما قلت لكم لأن أنا بحاول أجمع لك كل القواعد عشان ما تروحش منك واللي أنا يعرف إنها ناس كتير منك قد يكون واعة منهم لو أنا هضرب الاثنين دول بداية المستوى الإحداثي طبعا لو قياسي هتبقى أول في أول وتاني في تاني A في البي و A في البي AX BX AY BY طيب من الجي ومن الآي ده اتجاه المنتجة طيب ماشي واحدة يقول لي هم مش في الاتجاه لا هنا القياسي مش هديه متجات القياسي هعدته كمية قياسية وبالتالي A ضد B هتساوي B ضد A طيب لو أنا عبيت أخذ مثال بس سريعي هكذا A ضد B هم بس بحصل ضرب القياسي A و B والزواء بينهم كام 45 خلاص A ضد B بتساوي A B كوزين سيد طيب لو المتجاه هتوب بقى A B سين سيد يبقى متى يتساوي حاصل الضرب القياسي ما حاصل الضرب المتجاه مقدارا قلنا تاني قبل عن كلمة الاتجاه يتساوي في المقدار اذا كانت الزاوية كام ايوة اذا كانت الزاوية بين المتجاهين 45 درجة طيب نبص بسرعة كده احنا كده اخذنا افكار الزاوية كلها شباب الضرب الاتجاه بالله علي عيد الحصة بعد نهيتها عشان تفكر في افكار الزاوية دي كويس قوي الضرب الاتجاهي بداية المستوى الاحداثي ها هنا بقى عندي الاتنين A cross B بتساوي ركز بقى لو ايه اللي بدأ تبقى A X B Y ماقص A Y B X طب لو عكسناها تبقى B X A Y خد بالك يعني اللي كان سالب فوق أصبح مجب في تحت واللي كان مجب على ابناء إيه سالب إذن في النهاية خلص الإشارة حصل لها إيه اتغيرت كده يعني الوقت دهمنا شوية أتمنى أن نكون جمعت لكم جزء ولو بسيط جدا في حسطنا وأتمنى إن شاء الله أنتم تستفيدوا منها يعني أنا قد يكون معايا كم مثال صغير كده ناتي هل ناخد مثال منهم بسرعة هنا عايز ضرب اتجاه P cross A يبقى P X A Y البي Y A X طبعا الكي أو الان اللي هو اتجاه حصل الضرب خد بالك لو نفس المتجاهين ولكن طلبت A cross B ها أيها اعكس بقى لأ طبعا ده سالب يا شباب ده سالب مش موجب طبعا هنا مجموعة أسئلة اختار بسيطة كده كل الكميات دي متجهة معدى الزمن الإزاحة كمية تمام أساسية متجهة يتساوى حصل الضرب القياسي مع الضرب المتجاهزة كان زاوية 45 ها الاتنين طبعا بيساووا بعض في المقدر ولكن بيتضغط في الجاوة بالتالي هتبقى أيوة بربو عليك معلش طبعا السؤال إننا عايز أظهر لك الأسئلة بصراحة استحنا مني حضرتك ما تشوفهاش لو جايب لي سؤال زي كده وده موجود في بانك المعرف أي مال قاتي يعد صحيح بالنسبة للشكل أنا شايف اكس وواي ما بيساووش بعض ده أقول اختهار بغلط كي و ام ينهي الكي و الام أنا أعتقد إنه هم بيساووا بعض في المقدر صحيح ولكن مختلفين في الاتجاه سالب زد و ال لا 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 يا راجل مستحيل يساوي بعض طيب ال آه بص كده ال و ام متساويين في المقدر ولوما نفس الاتجاه شوف هم بعض عن بعض زي ولكن هم بيساووا بعض يبقى ال بتساوي ام بصيك كده طبعا إجابة بسرعة بس عشان الوقت طيب هنا بي طبعا سي بتساوي سالب بي نفس المقدر ولكن هم متواضين في الاتجاه ده ممكن يجيب بالشكل هذا طبعا ده أكيد أنا أجيب لك الأسئلة كلها على فكرة شباب من داخل بنك المعرفة مش من عندي في النهاية في السيطنة يعني أتمنى لكم التوفيق أتمنى لكم إن شاء الله سنة جميلة وأتمنى إن إحنا نستفيد على قد ما ربنا يقدرنا صحتي ديك حل كتير أنا مش طالب منك تحفظ قوانين أنا طالب من حضرتك يعيد الحصة انقل القوانين بالكامل قدامك وبعدين قعد حضرتك حل أسئلة كتير من داخل كتابك من داخل بنك المعرفة من أي مصدر في الدنيا حضرتك المهم إن أنت تحل كتير وبص للقوانين مرة في مرة في مرة هتلاقي القوانين تحفظت وهتلاقي روحك إن شاء الله طلع بأفضل نتيجة نجاح والتوفيق أن لكم خالص أمنياتي القلبية شكرا